بتواجدي معكم في هذا النقاش على المباشر مشاهدي الكرام إذن المنتخب الوطني يجمع كل الجزائرية لذلك كان صبرا للأراء خصيصا من معهد إيمال للاستشراف ودراسة تطورات الاقتصاد والمجتمع طبعا خصيصا للنهار كانت فيه الكثير من التفاصيل حول المنتخب الوطني حول اللاعبين حول الناخب الوطني السابق ربح مجال وقالت كيف كانت كيف ينظر الجزائريين لهذا حول الناخب الوطني الجديد المعايير التي تتوفر في الناخب الوطني الجديد كيف يراها الجزائريين طبعا نتحدث حول استشارة سعدان رأي الجزائريين في ذلك حول الناخب الوطني سنفصل في العديد من الأمور في صبر الأراء هذا الذي يحظى بثقات كبيرة من الجزائريين خاصة بالعين المختارة سيكون طبعا معي إبراهيم سايل مدير معا عام مع هذا البحث والاستشارات مساء الخير مساء الخير شكرا للضياف أهلا وسهلا وسعداء جدا بتواجدك معنا للحديث حول صبر الأراء هذا لتعطي كل التفاصيل الدقيقة لمشاهدين الكرام لينتظروا طبعا كيف جاء هذا صبر الأراء خليني في البداية نضع المشاهدين الكرام سيد إبراهيم نتابع هذا التقرير مع زمينا محمد نجيب هنان حول كل هذه التفاصيل لصبر الأراء الذي أعد خصيصا للنهار بعد التقرير نعود إليكم إذن بين مطالب بجلبي مدرب وبين المنتخب الوطني الذي يبقى طبعا الشغل الشاغل للجزائريين ولأن رأيكم يهمنا لتفاصيل حول هذا المنتخب كان لابد أن نستضيف سيد إبراهيم سائل للحديث حول هذا استقصاء للرأي في البداية حابت نعرف المعهد تاكم في البداية معهد تابع لفرنسا لا بشكل عام مع الأول المعهد أسسناه في فرنسا عندنا عشرين سنة عشرين سنة سنة من 1998 أنا كنت مقيم في فرنسا كنت في السنوات الأولى كنت أشتغل في الجزائر من باريس كنت جاي وريح عندي مربع سنين عندي أربع سنين دور كامل 2014 أنا مقيم في الجزائر جميل واليوم عندنا طاقم في الجزائر عندنا شركة تشتغل باستقلالية تامة لحساب فرنسا وأنا هنا عندنا حوالي مخاطعة أرجو أن تفهمني في هذه الجملة استقلالية خاصة تابعي لفرنسا ما فهمتش تشتغل باستقلالية بعيدا بعيدا عن المركز الأم عن المركز الأم فيه تواصل تواصل طبعا فيه تواصل تبادل لكن المعهد الجزائري إمار في الجزائر معهد جزائري مستقل يشتغل فيه جزائريين عندنا حوالي 120 موظف كلهم جامعيين جميل عندهم باك بلس تخوا حتى الباك بلس سنك أكثر كلهم فيه بعض بعض الكولابوراتور قروا في الخارج قروا في الخارج ودخلوا للجزائر وفيه كثير جزائريين قروا في الجزائر ويشتغلوا في الجزائر جميل بالنسبة لإستقصاري هذا اللي هو الأوبينيو بول هل يكون عنده إلا في الرياضة الاقتصاد السياسة المجتمع في كل الميادين في كل الميادين يعني الشغل اللي نقوم به نقدر نقول لك حوالي 99% كونفيدنسيال نشتغلوا الحساب شركات الجنبية والشركات الجزائرية تشتغل في الجزائر ونشتغلوا في عدة ميادين في ميدان السيارات في ميدان الصناعة في ميدان البنوك في ميدان الاسورانس إلى آخره كل الميادين وفي بعض الأحيان نقوم بصبر الأراء اجتماعيا يعني صبر الأراء في موضوع يخص المجتمع الجزائري في أول سنة قمنا بصبر الأراء كبير على عينا 2600 جزائري أحيانا تطلب منكم المؤسسات لإجراء هذا الاستبيان أو صبر الأراء على أشياء المعينة وأحيانا أنتم بشكل انفرادي يعني أنتم بشكل انفرادي قادرين تديروا هذا صبر الأراء للمجتمع لما تقول أنت معروف على أن الرأي العام طبعا من المسائل المهمة لتهم الدولة كدولة الشعوب كشعوب مجتمع طبعا إما تسأل الناس بأسئلة تهم الناس ويعطيه رأيهم والمعروف على صبر الأراء أنه يؤثر بشكل إما سلبي وإما إيجابي هل الكثير من صبر الأراء التي قمت بها كانت لديها تأثير إيجابي أو سلبي على الكثير من الظواهل التي قمت بها مثلا بكل صراحة ما قمناش بعدد كبير من صبر الأراء اجتماعي جميل قمنا في عندنا 14 سنة في 2004 قمنا بصبر الأراء في ميدان الانتخاب بمناسبة الانتخابات الرئاسية لكن ذاك الوقت ما كناش نقوم بصبر الأراء يعني السياسي نقوم في بعض الأحيان بصبر الأراء اجتماعي وفي أغلب الأحيان عنده نقوم بصبر الأراء هو أنه بعض ربما الصبر الأراء أو حتى خليني نعطيك مثال لأنه دايما لما يكون الشيء ربما عنده علاقة ببلدان أخرى غير بلدانهم الأصلية يتم يتم التسويق بأشياء سلبية على البلد اللي قوموا فيه في الاستبعال أقول لك مثلا نعطي لك مثال مثلا خارج كرة القدم والرياضة ولا أشياء أخرى أحيانا الأفلام في الجزائر كي المخرجين يتلقوا التمويل المباشر من بلدان أخرى أقول لك فرنسا وحتى بلجيكا وبالتالي يكون عندهم تطبيق أمري لمثلا السيناريو اللي يجي مثلا من فرنسا ولا من بلجيكا ولا من أي بلد آخر وبالتالي يكون الفحوة السيناريو يسوق للجزائر على أنه مثلا ما زالت تبع لفرنسا مثلا حتى اللغة المستعملة بشكل كبير تكون باللغة الفرنسية حتى الأشياء يسور لك على أنه الصورة السلبية للجزائر المرأة عني معنفة الصعوبة المعيشة في الجزائر ما زالت عندهم مشاكل كبيرة هل بالنسبة لصبر الآراء التي حكم عنده استقلالية ما يخضحش إلى مثلا تمويل مثلا من فرنسا بكل صراحة طبعا الحمد لله اليوم نشتغل في الجزائر شركة جزائرية تشتغل في الجزائر نشتغل الحساب شركات جزائرية جميل وشركات أجنبية مقيمة في الجزائر والحمد لله اليوم حتى المكتب الفرنسي جميل يعني إمار فرنس تبعى الجزائريين وهنا في الجزائر كل كل الاستجوابات اللي نقوم بهم نقوم بهم في الجزائر من طرف جزائريين وعامة متومولين من طرف شركات جزائرية جميل حتى الشركات الأجنبية المقيمة في الجزائر جميل أردت توضيح هذا الأمر حتى يفهم المشاهد الكريم بأن هذا هذا المعهد جزائري وبالتالي يعطي صورة حقيقية للواقع المعاش بالنسبة للجزائريين سواء رياضي اجتماعي اقتصادي سياسي أو حتى في كل المجالات خليني ندخل مباشرة بعد ما عرفنا هذا المعهد بشكل كبير ندخلوا لمعهدكم وهذا صبر الأراء الذي قدم خصيصا للنهار بشكل حصري حول المنتخب بالشكل العام تعرف أن المنتخب هو الحزب الوحيد اللي يجمع الجزائريين ما كان ولا حزب في حزب آخر يقدر يجمع ويلم شمل الجزائريين بهذا الشكل اللي هو حزب كرة القدم كيف شفتوا بالنسبة لأول شي تعلق الجزائريين بمنتخبهم في البداية حول صبر الأراء هذا بشكل عام بكل صراحة أنا واش عجبني في صبر الأراء هذا شفت باللي لسيبورتور دو لكيب ناشونال مش غير رجال فيه نساء عندك 59% من الرجال يعني تقريبا 60% من الرجال يتبعوا الفريق الوطني وعندك 35% من النساء من الجزائريات اللي تبعوا الفريق الوطني يعني اليوم 35% من النساء عدة ملايين صحيح ما نقدرش اليوم نقرب لسيبورتور دو لكيب ناشونال غير رجال فيه رجال ونساء هذا شيء يعني إيجابي إيجابي شيء إيجابي وطبعا بكل صراحة يعني لإيجابي لإيجابي بدون الكوب دي مونت في كأس العالم والجزائريين يلسون يعني عندهم خيابة أمل خيابة أمل صح خيابة أمل على جال الجزائر ما فيهاش في الكوب دي مونت على بيها ربما الجزائريين اللي استجوبناهم كانوا شوية سيبير بالنسبة للفريق الوطني سيبير طبعا بالنسبة للصبر الأراء هذا يعني خذيتوا العينات من الشرق من الغرب من الجنوب ومن كل نواحي الجزائر أيها طبعا إيه كان يعني بالهاتف لازم نقول لك حاجة إحنا نستعملوا الهاتف كثير في البلدان المتقدمة كل الاستجوابات يستعمل فيها الهاتف سي دي سنداج بغ تليفون معايير اقتصادية مثلا طبعا كل استجوابات عينة من المجتمع إحنا اليوم عندنا call center متخصص في الاستجوابات يعني centre دابال كاتي عندنا دي باس دوني لابس بهم أكثر من 18 مليون رقم هاتفي وعندنا un système automatique يسمي و système تردكتف يعني يأخذ أرقام بصفة عشوائية لكن مثلا العينة هذه منتشرة في كل أنحاء الجزائر حتى في أقصى الجنوب ومنتشرة على حوالي 30 ولاية طبعا لماذا 30 وفي 48 مثلا سيد باين سائر لا كين خير عينة ستدير أشترك ومنتشرة لنشرة كامل للولايات على عندك ولايات عندهم دي رسمبلانس يعني كين نحب نسألوا حد مثلا في الجنوب الغربي جي لا يحتاج أن أتراج أشخاص على كل رجوع نأخذ ولاية ولايتين تمثل كل المنطقة يعني نأخذ واتسوف ولا حاسيم سعود مثلا نتنين نقدر تمثل الجنوب على كل حال في في المتية تقنا صديق في الاستجوابات في صبر الأراء نشتغلوا على عينا تأخذ مثلا بلاد كم أمريكا فيها 300 مليون نسمة يشتغلوا على عينات ألف أو ألفين شخص وعينا كم شميل هذا صبر الأراء شعال كان فيه مثلا من الجزاريين اللي قدروا يكون في هذا صبر الأراء الصبر الأراء ستجوبنا ألف جزائري اللي عندو خمستاشرسنا وما فوق نحن 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 وحليل عينا عينا يعني تسمح un taux درررر une marge درررر de 3% يعني une marge دررر de 3% طبعا بالنسبة للقتلي أنه من 15 سنة فما فوق السن غير محدد غير محدد غير محدد 15 سنة على تباره طبعا لأنه ربما يقدر يكون شاب يقدر من 15 سنة الفوق يعني في المهنة تاعنا ما عندناش ما عندناش هنا با لدغوة نستجب فرد أقل من 15 سنة بدون sans autorisation des parents دون طبعا رقصة على الأباء أيها وضح لقيتوا أنه الجزائريين متعلقين بالمنتخب التحهم بشكل كبير من خلال هذا صبر الغراء صح متعلقين متعلقين بشكل كبير ولو على كل حال ما مخبوش خيبة أملهم واضح طبعا متعلقا بي المونديال خصيصا للنهار لأنه ربما القناة الأولى مشاهدة عندها الكثير من المتابعين داخل الجزائر وخارج الجزائر بالنسبة لي قدمتهم هذا صبر الأراء للنهار خصيصا طبعا على كل حال يساعدكم هذا الأمر طبعا للتسويق كل صراحة نحترفه بالنهار قناة إخبارية وطنية الأولى في الجزائر وخاصة نقوم على كل حال بدراسات في هذا الميدان ثاني النهار قناة وطنية يعني عندها في كل إنحاء الجزائر خاصة في الإنحاء النائية صحيح لديها انتشار واسع بالنسبة للجزائر وخاصة الجزائر في المناطق كامل بالنسبة لكل ولايات حتى القرى ومداشر هذا الشيء ليعطي أكثر قوة لربما لهذا لصبر الأراء وأكيد مناشر حين توقفه هنا في عمليات التبادل والتعاول لأنه مهم جدا بالنسبة لهذا الصبر رياضي وقد يكونه غير رياضي مستقبلا سيد برايم سايل بإذن الله ندخل إلى محور آخر مدام تحدثنا على تعلق الجزائريين بمنتخبهم وتتعرف المونديال وتأثيره وخيبة الأمل الكبيرة التي تمستوها إن شاء الله لا تكون خيبة الأمل في صبر الأراء المقبل بالنسبة للجزائريين هذا ما نتمنى خليني ندخل 75% من الجزائريين يقولوا أن المنتخب ضعيف ولكن ما فهمت قيمة اللعبين عالية بالنسبة لهذا المنتخب منتخبنا ضعيف قياسا بالفترة الحالية سيبرايم سايل بالنسبة لهذا صبر الأراء اللي يتحدث طبعا حول المنتخب الجزائري الجزائريين الجزائريين طبعا يعترفوا بالي المنتخب الوطني ضعيف المنتخب الوطني هو الطاقم التقني الطاقم التقني يعني بشكل عام المدرب والمساعدين بشكل عام والسبب الرابع هو نقص إمكانيات تدرب بالنسبة لل75% بالمؤمنة للجزائريين اللي قالوا أن المنتخب ضعيف شوفوا أنه السؤال مباشر كيف ترون المنتخب في هذه المرحلة أو كيف يعني بشكل عام يعني بصفة عامة السبر الأراء هي صورة موجزة مأخوذة في وقت ما صحيح أنا نسألك اليوم عندك اوبينيون عندك رأي ربما غدوا إن شاء الله يكون الأحوال تبدلت يكون عندك رأي واحد أخر صحيح الرأي هذا هو قياسا بالفترة الموجودة في تلك الفترة فترة لمرحلة المنتخب ضعيف قيمة اللعبين عالية القيمة اللعبين يعطرف أنه عندك منتخب عنده لعبين قياسا ربما بالنتائج اللي حقوها سابقا تعرف لكم 2014 حتى 2010 كانت نتائج ربما على الأقر لحنا للكاس العالم هذه الفترة قدروا ما زالت في ذهنهم الجزائريين أنه عندنا منتخب عندنا لعبين صح صح على كل حال رأينا جزائريين رأينا دي سيبورت تال لأكيب نشنال على بلنبلي فيه على كل حال سيدي دي سيكون سيكون أولا من 2014 2018 في عدة متغيرات عدة مدربين حوالي ربعة مدربين من كأس العالم من كأس العالم 2014 طبعا جانا حليلوزيتش جبنا كريسيون غوركيف جبنا رايفاتس جبنا كريسيون غوركيف جبنا رايفاتس وجبنا جورج لكاس وحاليا ربح مجال وراني نزيد لك الأسماع ربح مجال وجبنا الكارات يعني ركف السبعة تقريبا ست سبعة على بلنا كل في أربع سنوات سبعة مدربين ما نقدروش نقولوا بالأحوال اللي يلعبوا فيها اللعبين الجزائريين أحوال إيجابية إيجابية صحيح طبعا نتحط على محور آخر قلنا أنه 75% من الجزائريين قالوا بأن المنتخب ضعيف قياسا بالفترة الحالية للمنتخب عدم مشاركته في المونديال تعرف أنه عدم مشاركة في المونديال ضرت كثير الجزائريين في هذه الفترة نتحدث عن 72% اللي قالوا ربح مجال مغادرت حتمية بالنسبة لربح مجال غالبيات الشباب الجزائري ما يحبوش ربح مجال هكذا استنتجتم أنا أرى عندي من 15 إلى 24 عاما براهيم ساي لماذا 15 إلى 24 عاما بالضبط هذا السن بالضبط حصرت السن في قياس مدى حب الجمهور الجزائري أو الناس هذه اللي عملت بهم الاستبيان أو صبر الأراء لهذه الفئة بالضبط بالنسبة لربح مجال لا ما فيش عامل السن ما فيش عامل السن ربما تشوف حتى في الجهات في الريجان دالجيري سي سي أمبر ما فيش ما في عامل السن ما في عامل السن عملية كانت عشوائية حتى الريجان كما تقول نتايا النواحي وبشكل عام ما حصرتهاش بالنسبة للشباب استنتجتم أنه عدد كثير من الجزائريين لا يحبون ربح مجال غير مختنعين بربح مجال أم ماذا كانت الفكرة غير منغوب كانت في ربح مجال الرجال 77% سندوا إقالتوا سمح لي سمح لي تفضل السؤال سال السؤال سال يعني بسيط دي هو قلنا إس ك الجزائريين موافقين بإقالة رابح مجال جميل أوكي ربما هذو الجزائريين ما نقدرش نقول اليوم 77% يكرهوا مجال لا صحيح كل جزائريين يعترفوا بما قدموا لل فوتبول الجغيان لكن في الأيام الأخيرة يعني النتائج دعو ما كان مرضية كمدرب والجزائريين جاوبونا على هذا السؤال يعني وافقتوا إقالة ماجر أو لا قالوا نعم يعني 77% موافقين بالمئة ترى 77% كبير في صبل الأراء لما يقول 77% ما نش حبيين نقول 77% حبيين برايم سايل على الأقل 77% ما نش حبيين رابح مجال يستمر على رأس المنتخب هذا هو هل هي أجوبة هذه نتيجة صبر الأراء قياسا بالنتائج ولا قياسا برابح مجال كرابح مجال ولا قياسا بالعمل الذي قام به رابح مجال على رأس المنتخب طبعا السؤال كان دقيق وبسيط وحسب رأيي الجزائريين جاوبوا على حساب رأيهم في ما قدموا رابح مجال كمدرب في الفترة الأخيرة اشرافوا على المنتخب اشرافوا على المنتخب الوطني النساء كانوا صح؟ صح النساء احنان اكثر من الرجال مكانش عندهم ربما خيبة امل كبيرة تجاه رابح مجال كان عندهم عاطفة داخلة فيها ربما في ميدين النساء شي احنان اكثر من الرجال ربما النساء ما همش متعصبين اكثر كمن الرجال ما همش متعصبين ولا ليسوا اكثر دراية ربما بالمنتخب ربما ربما يعني فيه تأويلات كثيرة صحيح ابراهيم سايل مدير عام معهد البحث والاستشارات ايمار سأعود اليك بعد هذا الفاصل شاهدي الكرام نبقى متواصل مع صبر الارة هذا المهم جدا حول المنتخب الوطني الذي يجمعكم دائما للحديث على العديد من التفاصيل ابقوا معنا مشاهدينا أرحب بكم مشاهدي الأفاضل في الجلسة الأخير من برنامجكم نقاش على المباشر اللي خصصنا إلى المنتخب الوطني الذي يجمعكم دائما الحديث عن المنتخب الوطني وكل تفاصيله من الناخب الوطني الجديد الذي يشغل كثير من الجزائريين والمتتبعين طبعا لهذا الناخب من يكون تحدثنا إذن في هذا في هذا النقاش من البداية حول صبر الاراء اللي قام به معهد ايمار مع براين ساي المدير المعهد هذا المعهد اللي يقدم الكثير من صبر الاراء في الكثير من المجالات وتعرفوا أنه رأيكم يهم الكثير في كل الميادين وخاصة في الجانب الرياضي في كرة القدم لأنه يجمعكم مهم جدا تعرفوا كيف كان رأي الكثير من الجزائريين ألف عينا قام بها هذا المعهد وهي عينا كبيرة جدا من الوساط الشرق الغرب وحتى من الجنوب لمعرفة الكثير من الأمور حول المنتخب الوطني طبعا عرفنا لماذا أنتم متعلقين بالمنتخب الجزائري وهذا أمر عادي بالنسبة للشعب الجزائري متعلق بمنتخبه منذ فترة طويلة وعرفنا أنه هذه الفترة أثرت كثيرا على اعتبار على المنتخب الجزائري لم يذهب إلى الموندي تحدثنا على 75% من الجزائري يرون بأن المنتخب الحالي ضعيف قياسا طبعا بالفترة الحارجة التي يقوم بها تحدثنا على 72% مجاهديين لقولوا أنه رحيل ماجير مرورة حتمية قالت طبعا لا نتحدث على ربح ماجير اللاعب لا نتحدث على ربح ماجير الاسم الذي قدم الكثير لكرة القدم الجزائرية تحدثنا عن الفترة التي قام فيها بتدريب المنتخب الجزائري لكن آتي إلى محور آخر مع ضيف الكريم مدير معهد إمار للبحث والاستشارات براهيم ساهل أجدد بك التحية مرحبا مجدير شكرا سهلا مرتاح معنا صح؟ صحة طبعا مرتاح معنا حتى نتحدث مع الكثير من التفاصيل تحدثنا على ربح ماجير الآن تحدثوا في العينة التحكم قالوا أنه حتى اللعبين عندهم مسؤولية في الوضعية الحالية طبعا واحد وستين بالمئة من الجزائرين قالوا بلي المسؤول أول هو المدرب يعني 35% من الجزائرين قالوا نوعية اللعبين تقريبا ذات النوعية التي كانت مرت على المنتخب قبل سنوات طبعا لكن في رأي الجزائريين اللعبين عندهم مسؤولية كبيرة في النتائج نعم للمنتخب الوطني يعني ربما شيء بديه منتخب وطني عنده لعبين وعنده مدرب هما اللي اللعبوا الدور الفول في النتائج المحققة لأي منتخب يلا خلينا نروح إلى محور آخر وليكان مهم مرينا إلى مرحلة سابقة بالنسبة للفترة اللي مرش فيها المنتخب الجزائرين المنديال بالمدرب ربما جعل باللعبين مسؤولية الفشل ولكن الآن نمر إلى مرحلة أخرى وهذا مهم جدا لسبب الأراء اللي قمتوا به اللي كان شامل باعتبار أنه تحدثت على فترة حالية مشافية المنتخب وحتى على الفترة المستقبلية مهم جدا الأسئلة اللي طرحتوها استشارة سعدان في اختيار الناخب الوطني كانت مطلب جماهيري الجماهير الجزائري اللي قالت بأنه استشارة سعدان لاختيار الناخب الجديد ضرورية ومهمة كيف رأيتم هذه أو كيف كان رأي الشارع لأنه الاستفتاء اللي قام به معهدكم قال بأن جماهير الجزائرية أو غالبيته راغبة في استشارة رابح سعدان رابح سعدان الذي يملك من الخبرة ما يملك الأرقام كيف كانت على كل حال الجزائريين ما هدروش على رابح سعدان كمدير فني الجزائريين قالوا بلي لازم التقم الفني المديرية التقنية الوطنية لازم يكون عندها رأي في اختيار المدرب صحيح مهم جدا كم كانت ربما أغلب الجزائريين مع لبلهم مش بلي رابح سعدان هو لدتين ربما على خطر احنا كي استجبنا الجزائريين قلنا المديرية التقنية الوطنية جميل ما يوضح بلي لازمتين عندها أهمية كبيرة في جلب هذا المدرب الأرقام نسبة 77% من عشاق الخضر قالوا بلي ضرورة استشارة لازمتين مديرية فنية نسبة كبيرة نسبة كبيرة طبعا الفئة العمرية كيف كانت بالنسبة للاستشارة شفنا هل كانت التغيرات بالنسبة للاستشارة المديرية الفنية ذابح ماجال هل خضيتوا عينا عشوائية بالنسبة لعمر الناس اللي شفتوهم في عمليات سبر الأراء طبعا نحن نقوم بسبر الأراء عندنا الميطود كوازي عندنا العملية العشوائية نختار الشخص وعندنا الكوتا يعني العينة التيعنا لازم تكون نفس شيء في المجتمع إلا عندنا مثلا في المجتمع الجزائري أقل من 15 سنة يمثلوا 30 سنة من المجتمع لازم هذه العينة تحتوي على نفس نفس المين بروبورسيون كانت 55 على حسب ما شفتنا في النسبة لليسبر الأراء شفت 55 سنة تقريبا الفئة العمرية في صدارة المطالبين في الناس الأولين اللي طالبوا بضرورة استشارة للمدينة الصح صح يعني 55 اللي عندهم 55 سنة فما وفوق هما الأكثر اللي طلبوا استشارة المديرية التقنية الوطنية في تعيين المدرب الوطني جميل طبعا المديرية الفنية في حلتها الجديدة اللي تقوم بعمل لافت للانتباه في الفترة الأخيرة خليني نمر إلى مرحلة أخرى أو شيء آخر من عملية سبر الأراء هذا اللي قام به المعهد معهد إمار للبحث والاستشارات اللي يشرف عليه طبعا المدير العام هو إبراهيم سايل اللي فيه الكثير من التفاصيل وقدمه خصيصا للنهار طبعا لكثير من المتابعين تعرفوا أنه مهم جدا عملية هذه معيين الناخب الجديد للخضر تم كثير الجزائريين لكل الجزائريين حابين يعرفوا شكون المدرب ولكن قبل ذلك في سبر الأراء اللي قمتوا به كيف فيها معايير بالنسبة لاختيار الناخب كيف كانت بالنسبة لهذه المعايير 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 الأول هو البالماريس انترنسيونال شغل السيرة الذاتية المدرب الوطني لازم تكون عنده عنده خبرة كبيرة ويكون عنده نتائج مرضية فيما يخص المقابلات الدولية كم كانت هذه النسبة سيد برايس البالماريس انترنسيونال كانوا 39% من الجزائريين اللي طلبوا باللي لكالية هذه لازم تكون عند المدرب يعني الاسبرينيونس الوطني الخبرة البالماريس انترنسيونال يخص النتائج يعني واحد يكون عنده نتائج مرضية جيدة مع المدخبات الاندي اللي يدربها بالنسبة الأشياء أخرى كانت فيه فيه ثاني قدرة 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 التفاهم مع اللاعبين مهم 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 ورهم 27% اللي يطلبوا بلي تكون لكالية هذه عند الانترنور ناشيونال مهم و في نفس المستوى يعني 27% بالمية من الجزائريين طلبوا تكون عنده إمكانيات جسدية ونفسية تقصد بها ربما شخصية شخصية الإنسان بلان ديسبونيبيليتي فيزيك وفسيكولوجيك يعني يكون راجل قوي شخصية يفرض رايو يقدر عنده موقف تياه شخصيا وجسدي جميل حتى المور بأمر آخر وسمح لي وفيه 20% اللي طلبوا بالمدرب الوطني لازم تكون عنده شخصية قوية وعنده سرامة جميل محوال الآخر هوية الناخب كيف كانت الناس اختلفوا بين حليلوزيج روناد البقية قالت ربما اختلفت بين ربح السعدان جمال بالماضي والمفاجأة كانت حتى مدرب منتقب ايران كيروش اللي خضعت 20% كيف كان رغبة الجزائرين في رؤية من الناخب الجديد على كل حال الجزائرين سألناهم وجاوبونا بكل تلقائية تلقائية طبعاً 66% خيرو خيرو اللي لزيج 27% ايرو غناغ 20% ربح سعدان 12% جمال بالماضي 5% كريستيون كوركوف 4% زين دين زيدان و2% كارلوس كيروس ألا ترى من الغربة هذا كيف كيف حالي 66% وتقول زين دين زيدان 4% أنا جاتني هنا غريبة شوي لا أنا حسب رأيي حالي لوجيت حالي لوجيت كان مدرب للجزائر أوكي صحيح هذه وحدة وثانياً الجزائريين مقتنعين بالاستحال زين دين زيدان على بالهم باللي مستحيل يجي زين دين زيدان صحيح وحالي لوجيت أكثر أقرب المنتخب الوطني الجزائر جميل أنا أرغب في الذهاب إلى شيء آخر لأنه 67% لن يكون حالي لوجيت رأيي الشارع ربما لا يحتاج مرة أخرى من شحن داعلي رونال 27% لن يكون رونال سعدان سيكون ربما عجلة إنقاذ 20% جمال بالماضي يقول لك الاتحادية لم تتصل بك ريسيون قوركيف مفاوضات ولكن 5% من يلغب في عودته هنا الاتحادية لحد الآن لم تسمحكم أنا أرغب أطرح سؤال أخير حول سبر الأراء هذا بعد سبر الأراء هذا إمار المهم والتفصيلي جدا بالنسبة للمنتخب أين نصيب زدشي أنا أتساءل الشارع يتساءل أين نصيب زدشي ومكتبه من سبر الأراء هذا لماذا لم تطرحون سؤال مثلا ما رأيكم في استمرار خير دينزتشي ومكتبه مثلا ما نصيبه خير دينزتشي ومكتبه في الوضع الحالي للمنتخب بكل صراحة لقنا أسئلة حول الفريق الوطني على الفريق الوطني وحول الفريق الوطني يعني فيه لعبين فيه مدرب فيه مديريات تقنية هذا مكان وفيه طبعا دي رزولتات دي پرفورمانس لفاف لفدراتي الالجيريان دو فوتبول يعني شاملا خاشي خافوا أن تبعونا السؤال أنا خايف تديروا السؤال للاتحادية الحالية والوضع الحالي إلا ما حسنش نفسها تصيبوا ربما بئة بالبئة أو تصيبوا مئة وعشرة بالمئة ربما في سفل المقبل على الاتحادية على كل حال الاتحادية معنية بكل كل كرة القدم الوطنية مش غير الفريق الوطني كل كل ما يخص كرة القدم جميل قبل أن نختم معك سيدة براهيم سايل كيف من خلال مستدتجت من خلال كل هذه المعطيات والتفاصيل أنا حقيقة استفد كثيرا من رأي الشارع وتتعرف رأي الجمهورية همنا كثيرا مثل ما احنا دلنا هذه العملية معكم طبعا وكان كنا سعداء جدا إن كان هذا عمل سبر الأراء يقدم طبعا للاتحادية لأنه مهم جدا هذه الأشياء حتى إن كانت ترى في أن الشارع الجزائري رأيه أيضا مهم الجمهور ماذا استنتجت في ملخص كل هذا ما رأينا من المدرب السابق الوضع الحالي الكرة تعلق بالمنتخب في هذا سبر الأراء كيف رأيت حتى أختم معك يعني رأيك كجزائري كسيبورتور الأيكيب نشونال على كل حال رأنا أسفين ماذا بينا الفريق الوطني يتحسن يصيب طريقه وعلى كل حال الجزائريين خيروا أسماء حابين يشوفوها في المنتخب حابين يشوفوها لكن ماشيهم هم يفرضون طبعا وربما إن شاء الله نتمنى يكون مدرب وحد وخر وتكون نتائج مرضية للغاية لماذا اليوم إحنا الجزائريين كيتامة كشفنا في كرة القدم وما شفناش فريقنا صحيح غضنا الحال بالزاف علي كل حال أنا خايف إن شاء الله نكونوا يتامة إلا في كرة القدم ما نكونواش يتامة في أشياء أخرى رأي سايز تتفرحان بتوجدك معنا إن شاء الله بشير من المرة الأخيرة إن شاء الله نشوفو ويكون تعاون في الكثير من الأمور وكثير من المجالات لأنه دائما أنتم تشتغلوا وإحنا نشتغلوا في فائدات الجمهور الجزائريين إن شاء الله شكرا جزيلا سعيدت بي توجدك معنا إبراهيم ساي المدير عام مع هذا البحث والاستشارات إمار الميديا شكرا جزيلا شكرا لكم مشاهدي الكرام كان هذا البحث التفصيلي بالنسبة للمنتخب ولكن دائما ما زلنا يتاما لأننا مناشي وضع مريح بالنسبة لكرة القدم الجزائرية السلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم